أهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم بالطاعات من فضلكم نفتح المصحف على أول صفحة على سورة الفاتحة كلنا متفقين أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم وخلينا حضراتكم نكون متفقين أن أول دعاء في سورة الفاتحة هو إهدنا الصراط المستقيم قال ابن القيم رحمه الله أن هذا الدعاء أعظم دعاء في القرآن الكريم وعلشان كده في كل رقع من الصلاة بنقول هذا الدعاء إهدنا الصراط المستقيم وبشركم أن الله سبحانه وتعالى أرسل إجابة في أول سورة البقرة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فالهدى كل الهدى في القرآن الكريم طبعا مش كل الناس سواسية وتقسموا لثلاث مجموعات المؤمنون والكافرون والمنافقون وعلشان نقدر نفرق بينهم حنركز شوية المؤمن قبل الهداية في الظاهر والباطن والكافر رفض الهداية في الظاهر والباطن أما المنافق فده بقى أبو الشين الظاهر قبل الهداية والباطن رفض الهداية بحمد الله تحدثنا عن المؤمنين والمتقين في الفترة اللي فاتت ودلوقتي حننتقل للحديث عن الكافرين الكفر في اللغة معناه الستر والتغطية قال الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ومعنى الكفار في هذه الآية هم الزراع لأنهم يقومون بتغطية البذرة بالطراب أما عن معنى الكفر استلاحا فهو جحود وإنكار مثلما فعل يهود المدينة فقد علموا بصدق رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم جحدوا هذه الرسالة وأنكروها الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أول ما بنرى الآية الكريمة بنحس إن ده قانون عام لكل الكفار طبعا الكلام ده خاطئ وغير صحيح فالرسول صلى الله عليه وسلم لما عرض دعوته على قومه من كريش آمن به البعض اللي هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكفر به البعض اللي هم رؤوس الشرك وأتباحهم وظلوا على شركهم وهم دولة المقصودين بالآية الكريمة الهدف من هذه الآية في الأساس هو التسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلاقيه من عناد هؤلاء الكفار لا تحزن ولا تيأس ولكن عليك فقط بإقامة الحج عليهم يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى لم يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكفار ولكن أخبره عن بعضهم مثل أبو لهب وأبو جهل وسيد بني النظير خياي بن أخطب فليس عليك أيها النبي إلا أن تنذرهم وعلى الله هداهم قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون الكرآن الكريم كلام مؤكد بالفعل وحين يضيف الله سبحانه وتعالى إن للتأكيد فهو تأكيد مؤكد لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الصنف الأول بالمتقين وحين اتحدث عن الصنف الثاني وصفهم بالذين كفروا ولم يقل الكافرون ذلك لأن الأصل في الفطرة هو الإسلام ولكن حين تلوثت هذه الفطرة وتبدلت أصبح الذين كفروا وبرضو لو ركزنا هنلاقي في الآية الكريمة سواء عليهم وليس سواء عليك وده يفيد الحصر على هؤلاء المشركين وهناك أيضا في الآية الكريمة أأنذرتهم أم لم تنذرهم الإنذار معناه التخويف مع وجود فترة زمنية للاستجابة للدعوة وإلا كانت أأشعرتهم أم لم تشعرهم فمن المؤكد أن هناك الكثير من الكفار الذين لم تصل إليهم رسالة الإسلام أو وصلت إليهم بشكل خاطئ أو غير مكتمل فيجب علينا أن نحاول هدايتهم إلى الإسلام قال الشيخ الشعراوي رحمه الله انظروا كيف تحدى الله خسمه الكافر بأمر في اختياره وأعلن هذا التحدي ومع ذلك هذا الكافر لم يؤمن ولو نفاقاً فها هو أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته نزل فيهم القرآن وبلغنا بأنه سيصل ناراً ذات لهب هو وزوجته أما كان يستطيع أن يدعي نفاقاً أنه قد آمن بمحمد فبعد ذلك يأتي ويقول أن القرآن خاطئ وأخيراً ينبغي لنا جميعاً أن نستشعر نعمة الإسلام فقد حبان الله واختارنا مسلمين جزاكم الله خيراً جزاكم الله جزاكم الله فش أبو